مساعدة إذن a service services خدمات واسستنس المساعدة هيك نحن نكون الحمد لله خلصنا التمرين اللي عندي هون exercise number one وننتقل ال exercise number two التمرين الثاني اللي هو باختص بماذا بالgrammar القواعد رح نشرح حون الآن إن شاء الله بعض الملاحظات القواعدية المهمة جدا إننا نفهمها ونستوعبها فخليكم معاي منتبهين وكل ما تشوفوا إن المعلومة مهمة ياريت تسجلوها بداية لازم نوخذ بعض الملاحظات القواعدية البسيطة المهمة عشان نعرف نحل وإحنا فاهمين لما بدي أحكي موجود مثلا أنا موجود في المكان الفلاني منذ الساعة كذا بحكي have been أو بحكي has been إذا الفاعل مفرد has been وإذا الفاعل جمع أو I أو you have been يعني مثلا لو واحد بدي يحكي أنا موجود هنا منذ الساعة الثالثة رح يحكي I يعني أنا have been يعني إيش موجود قلنا have been ماتها موجود I have been أنا موجود هنا منذ الساعة الثالثة I have been here منذ الساعة الثالثة طيب لو واحد بدي يحكي هو موجود هنا كيف رح نحكيها عشان أحكي هو موجود هنا منذ الساعة الثالثة عشان أحكي هو رح أحكي هي وموجود have been أو has been has been لأنها هو هي مفرد has been إذن بحكي هي has been here since three o'clock بعد ما أخذنا هاي القاعدة يريد إذا شفتوها مفيدة إلكم تسجلوها على نفتر الإنجليش نذهب إلى الملاحظة التالية في عندي هاي ملاحظة نتفرج عليها الملاحظة هاي بتحكي لي إنه وإذا إحنا بنقرأ في جملة وجدنا داخل الجملة ثلاث كلمات التالية انظر لها كلمة الثلاث وجدنا كلمة still اللي معناتها لا يزال وجدنا كلمة hear اللي معناتها هنا وجدنا كلمة since أو for واحدة منهم مش الثنتين واحدة منهم since اللي معناتها منذ وfor اللي معناتها لمدة طيب يا أستاذ إذا لقينا جملة بتحتي وعلى هذول الثلاث شو بيصير نحكي إنه بإمكاننا إن أردنا إنه نستبدل هذول الكلمات الثلاث إنه نستخدم نستخدم better still here نستخدم have been أو has been يلي معناتها موجود اللي معناتها إيش موجود إحنا خذنا have been وhas been معناتها موجود طبعا إلها معاني أخرى مثل ذهب أو جاء طيب خاصة أستاذ فهمنا إنه إذا في عندنا still وهير وsince أو for واحدة منهم ممكن أستخدم have been أو has been أستبدلها أستبدل إيش أستبدل still وهير لا يزال هنا لا يزال هنا يعني موجود منطق الكرام لكن since before ما أستبدل أخليها طيب تعطينا مثال يا أستاذ أعطيكم هذا المثال واحد يحكي مثلا I am still here since three o'clock نعطي معنا مع بعض أنا لا أزال هنا منذ الساعة الثالثة فهذه الجملة مثل ما أنتم ملاحظين إنها مضارع بسيط مضارع بسيط هاي في عندي الآن وقبليها مبتدأ وبعديها خبر إذن هاي مضارع بسيط إذا أنا بدأ أعبر عنها بالمضارع التام اللي هو موضوع درس اليوم إذا بدأ أعبر عنها بالمضارع التام شو بساوي still here بما أنه في عند still وhere since ممكن أحكي إيش موجود فشو بحكي I have been here since three o'clock I have been here since three o'clock ممكن أستبدل still here أو أستبدل بس still لحالها كمان بصير I have been here since three o'clock طيب إذن نستبدل الhave been و الhas been بstill لحالها ذكر ما بصير نستبدل ها بstill وhere بس بمكان still طيب أستاذ يعني شوي واضح لأمور بس حاسة مخربطة ما في مشكلة هسة شاب تتوضح مع الأمثلة بس أمن تكونوا كتبتوا هاي في الدفتر ونروح الآن إلى المثال الأول بس فداية خليشوا في التمرين إيش بدوا مني بيحكي لي re-write إيش يعني re-write أعد كتابة بدي أعيد كتابة الجمل ماشي الحال لكن بشرط أعيد كتابتها بماذا المضارع التام البسيط بدي أستخدم مضارع تام المضارع التام المضارع التام إذا بتتذكروا طبعا في إلو قاعدة قاعدة المضارع التام تحكي لي كالتالي عشان أعمل جملة في زمن المضارع التام بيستخدم أول شيء subject إيش يعني subject يا أستاذ هاي تحتاجها يعني فاعل طيب بعد الفاعل شو أستخدم يا أستاذ بيستخدم ال-have أو ال-have واحدة منهم إذا الفاعل مفرد بيستخدم هذا إذا الفاعل جمع أو I أو You بيستخدم هذا وبعد هيك بيستخدم فعل تصريف ثالث وبعد الفعل التصريف الثالث بيستخدم object إيش يعني object المفعل به إذن نحفظها فاعل has أو have بعدين فعل التصريف ثالث بعدين المفعل به هيك بتكون جملة مضارع تام طبعا مثبتة هاي شاء الله بيكون كتبتوها على الدفتر ننتقل الآن إلى العملي إشي نشتغله بشكل عملي شو بدنا نعمل هون في عندي هون we نحن got here يعني وصلنا إلى هنا at nine o'clock في الساعة التاسعة we got here at nine o'clock طيب فهمناها we're still here يعني نحن نحن لا نزال هنا وفي عندي sense منذ بدي يعني أنا هيك طلب مني إن أعيد كتابة هاي الجملة بدي أعيد كتابتها بحيث أعطي نفس المعنى بس لازم تكون مضارع تام وطبعا بدي أستخدم series الآن هسا خليني نفهمها وانتبه معاي كويس الناس بيحكوا إحنا وصلنا هون على الساعة تسعة يعني إحنا إجينا على الساعة تسعة طيب نحن لا نزال هنا وبدأ أستخدم منذ فأنا لما هيك أفكر فيها بحكي معناته الجملة رح تصير كالتالي نحن موجودون هنا منذ الساعة التاسعة لأنه يا أستاذ انت حكيت إذا في عندي بالجملة here وفي عندي still وهي كمان في عندي هون here ثانية إذا في عندي still وفي عندي here وفي عندي since أو for انت حكيت أنه أنا ممكن نستخدم have been أو has been اللي معناتها موجود بحكي لكم صحيح بنستخدم have been أو has been اللي معناتها موجود إذا في عندي still وفي عندي here وفي عندي sense أو for إذن بدأ أستخدم موجود فبحكي نحن موجودين هنا منذ الساعة التاسعة وبنيجي هون بنشوف طبعا حتى سهل عليكم كيف الأمر تكون نحن موجودون هنا منذ الساعة التاسعة هاي الجملة نفسها نحن وصلنا هنا في الساعة التاسعة ونحن لا نزل موجودين نحن موجودون هنا منذ الساعة التاسعة كيف نترجم ها نحن we موجودون have been وهي have وهي been طبعا we اختصار لhave we have have been موجود هنا here منذ since الساعة التاسعة 9 أو طيب هسا بتوقع أن معظمكو صار تمر واضحة على الأقل 80% 90% إن شاء الله راح توضح 100% الآن في عندي هذه الجملة الجملة هاي شو بتحكي 15 years ago ايش يعني 15 years ago يعني قبل 15 عاما قبل 15 سنة شو صار my aunt and uncle went to canada they're still there نترجم عمتي وعمي اشمالهم ذهبوا إلى كندا هم اللي هم مع عمي وعمتي لا يزالون هناك بدي استخدم 4 لمدة طيب أول شي عشان حل هاي الجملة لأنه بدي يعني أعمل جملة ثانية بنفس المعنى فلازم أفهم معنى الجملة الأولى الجملة الأصلية بتحكي أنه قبل 15 سنة في شي صار أنه عمي وعمتي ذهبوا إلى كندا طيب قبل 15 سنة ذهبوا إلى كندا وهم بعدهم هناك لا يزالون هناك فبدي أعبر عنها بطريقة ثانية باستخدام 4 لمدة فش رح أحكي رح أحكي عمي وعمتي عمي وعمتي موجودين في كندا لمدة 15 سنة الجملة منطقية ولمش منطقية آمنطقية نفس المعنى نفس المعنى استخدمنا 4 لمدة نعم استخدمناها إذن رح تكون عندي كالتالي الجملة العربية صارت عمي وعمتي كندا لمدة 15 عم أنا كتبتها هون حتى الفكرة اللي براسنا نصير إيش نراها وتصير هيك نقدر نتحكم فيها ونترجم ها الآن للغة الإنجليزية كيف أحكي عمي وعمتي my uncle and aunt عمي وعمتي my uncle and aunt شو ما لهم موجودين في سؤال طلب مني تكون مضارع تام والمضارع التام أخذنا أنه يكون يحتوي على هاف أو هاز وفعل تصريف ثالث الفعل تصريف ثالث بين تصريف ثالث من البي والإز والآر والآم والواز والوير كلهم هذولا تصريفهم الثالث بين طيب لمدة for 15 سنة 15 years إذن هيك إحنا حلينا الجملة الثانية صار في عندي my uncle and aunt have been in canada for 15 years الجملة هاي نفس المعنى نفس معنى الجملة الأصلية وكمما المضارع التام لأنه في عندي هاف وفي عندي بين الروح حسا إلى الجملة ثري الجملة الثالثة اللي بتحكي بتحكي لي فيصل إشمال فيصل is very good at football إيش يعني جيد جدا في كرة القدم طيب نكمل he started practicing this sport when he was very young المعنى مع بعض فيصل إيش ماله جيد جدا في كرة القدم هو بدأ التدرب أو ممارسة هذه الرياضة عندما كان صغيرا جدا وبدأ استخدم منذ طيب يا أستاذ إذن أنا في عندي واحد اسمه فيصل كويس بلعب فطبول وبلش يتدرب ويمارس هذه اللعبة من لما كان صغير كثير منذ كان صغيرا جدا إذن هون نكتب تحضر هيته هون مارسة فيصل كرة القدم منذ كان صغيرا جدا طيب مارسة فيصل هل بحط بالأول مارسة ولا فيصل فيصل ليش في الإنجليزي الفاعل قبل الفعل وهي الفاعل فيصل إشمال فيصل مارسة ما معنى مارسة بس طبعا انتبهون في خطأ هل سرح نصلحه اللي هو مارسة هاي بتزبط إذا كنت بدأت سويها ماضي لكن عشان سويها مضارع تام اللي هو مطلوب مني أنا طالب مني مضارع تام لا أنس متطلب السؤال فبحكي هاز وبعدين هي تصريف الثالث اليد يعني تصريف ثاني وكمان تصريف ثالث ما في مشكلة فيصل هاز براكتس هيك صارت مضارع تام لأيش تصن هاز لأنه عشان يكون مضارع تام بدي فاعل تذكر القاعدة سبجكت فاعل هاز أو هاذ وفعل تصريف ثالث مش هيك أخذنا القاعدة طيب اللي هو مفعل به ايش مارسة مارسة كرة القدم اللي هو معنى منذ منذ يا أستاذ يعني since وهي since منذ منذ كان هل أحط was بحط قبليها he was كان من هو ولا كان هو كان يعني الضمير المستثرفي كان أنه هو بد يصير ضمير ظاهر ومنفصل في الإنجليزي since he was منذ كان صغيرا جدا very وهي very وهي young يعني صغير منذ كان صغيرا جدا very young طيب هل خلصنا حل هذه الجملة نعم خلصنا حل الجملة هاي وبتوقع الأمور صرت أوضح شوي شوي تتوضح الأمور نروح على في عندي واحدة اسمها سامية is fasting for رمضان she started fasting when she was 12 وبتستخدم since نفهمها مع بعض نعم نفهم الجملة مع بعض عشان نقدر نساوي جملة ثانية بنفس المعنى لكن مضارع تم سامية تصوم لاحظوا هاي مضارع مستمر بدأ خليها مضارع تم سامية تصوم رمضان هي يعني سامية بدأت الصيام منذ كانت منذ هي كانت في الثانية عشرة بدي أحكى منذ يا جماعة الخير هاي الأفكار كيف ممكن أرتبها مرة ثانية بطريقة أخرى بس باستخدام منذ سهلة بحكي صامت سامية صامت سامية رمضان منذ 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 كانت في الثانية عشرة نفس المعنى ومضارع تام إذن رح أحكي التالي صامت سامية يعني صامت سامية رمضان أنا است готовت أكتبها رمضان صامت سامية رمضان منذ كانت في الثانية عشر كيف نحكي صامت سامية هل أبدأ بالفعل صامت ولا أبدأ بالفاعل سامية نبدأ بسامية وهي سامية تذكروا القاعدة هي سامية القاعدة بتحكي الفاعل هي الفاعل بعدين هاف أو هاز سامية مفرق تأخذ هاز هسا الآن الفعل تصيف ثالث ايش الفعل عندي هون الفعل عندي هون الصوم صامت فاست فاستد فاستد يعني صامت ماذا صامت صامت رمضان وهي فور رمضان صامت رمضان منذ كانت في الثانية عشرة طبعا احنا ما بنحط الزائد هاي بس عشان توضيح نقيمها سامي هاي فاستد فور رمضان منذ كانت أحط was لا بد الفاعل she was منذ هي كانت 12 منذ هي كانت في الثانية عشرة هياك الحمد لله احنا حلينا كمان هذا هي الجملة وان شاء الله تكونوا قاعدين نتسفيدوا أكثر وأكثر نروح على الجملة التالية الجملة الأخيرة حاولوا تركزوا فيها لأننا بدي إياكم كمان شوي تفقوا في الفيديو وتحلوها لحالكم my mother is a teacher she began to teach 35 years ago وبدأ استخدم فور رمضان نعطي المعنى مع بعض أمي معلمة طيب كويس هي بدأت تدرس بلنا نحكي لمدة 35 عام هو مكتوب هون قبل 35 عام طيب ايش المعلومة هون عندي عندي معلومتين اللي بتكلم هاي الجملة بيحكي والدتي معلمة هاي المعلومة الأولى المعلومة الثانية إنها معلمة صار لها كم 35 سنة بدأ اجمعها مع بعض شو بحكي بحكي أمي درست لمدة 35 سنة منطقي ولا مش منطقي منطقي واحد ثاني بدي أحكي مثلا يا أستاذ هل بصير أحكي بدل ما أحكي أمي درست بصير أحكي أمي معلمة أو كانت معلمة لمدة 35 سنة بحكي كمان منطقي كمان صحيح ما في مشكلة المهم نكتبها بصيغة المبارع التام فبنيجي هون احنا مثلا من النكتب إنه درست أمي لمدة 35 عام كيف أحكي درست أمي هل بحكي بالأول الفعل درست ولا الفاعل أمي طبعا الفاعل ماي ماذر والدتي ما معنى درسته توت طبعا في خطأ لا تنقوله هون توت أيش الخطأ الخطأ أنه قلت درست بالماذر بسيط أمي درست أنا بدي أخليها بالمضارع التام فبحط هاز وتوت التصريف الثالث منها تيش توت توت نفسها توت طيب إذن ماي ماذر هاز توت درست أمي لمدة يعني 35 سنة 35 نقطة إذن أمي درست لمدة 35 سنة ممكن واحد يكتبها بطريقة ثانية ممكن واحد يحكي كانت أمي معلمة لمدة 35 سنة كانت أمي ماي ماذر هاز طبعا ماي ماذر بتأخذ هاز هاز بين كانت لأنه يكون بي تصريف الثالث بين كانت أمي مدرسة كمان صحيحة احنا بنختار أي واحد من الجملتين ما في مشكلة بتعطي المعنى نفس المعنى الجملة الأصلية وبنفس الوقت مضارع تام ما في مشكلة ترجمة نانسي قنقر